يعتمد الجنين أثناء الحمل في غذائه على الأم لذلك يجب على الأم تناول الطعام الصحي المفيد لها وللجنين يتضمن الطعام الصحي الخضروات والفواكه التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر المهمة للجسم منها فاكهة البرتقال إذ يعد البرتقال مصدرا جيدا لحمض الفوليك وفيتامين باء والذي يساعد في منع حدوث عيوب في الدماغ والحبل الشوكي والمعروف أيضا باسم عيوب الأنبوب العصبي كما أن البرتقال غني بفيتامين سي والمضاد للأكسدة الذي يساعد في منع إطلاف الخلايا كما يساعد الجسم في امتصاص الحديث كما يحتوي البرتقال وعصيره على العديد من الفوائد الصحية للمرأة الحامل من هذه الفوائد ما يلي حمض الفوليك مهم في تشكيل الحمض النووي للجنين كما تنصح الحامل بتناول كمية كافية من حمض الفوليك للوقاية من الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي وتحتاج الحامل إلى 600 ميكرو جرام من حمض الفوليك في اليوم يحتوي على فيتامين سي ويعد مصدرا جيدا لفيتامين سي والذي يدعم تكوين النسيج الضام وحماية خلايا الجسم من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة كما يساعد في امتصاص الحديد حيث أن الحديد يزيد من كمية الدم في جسم الحامل وهو ما يساعد في إصال الأكسوجين إلى الجنين كما يحتوي البرتقال على الكالسيوم والذي يعد عنصرا جيدا للنساء لدعم صحة العظام والأسنان وخلال مرحلة الحمل تحتاج الحامل إلى 1000 ميلي جرام من الكالسيوم بشكل يومي كما يحتوي البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم فيعمل على مكافحة السرطان لأنه غني بفيتامين سي والمضاد للأكسرة الذي يكافح تشكيل الجذور الحرة المعروفة بأنها تسبب الإصابة بمرض السرطان كما يعمل على خفض مستوى السكر في الدم وأظهرت الدراسات أن مرضى السكر من النوع الأول الذين يستهلكون وجبات غدائية عالية من الألياف إن خفضت لديهم مستويات الجولوكولز في الدم والنوع الثاني من مرضى السكر قد ضبطت مستوى السكر في الدم والدهون والأنسولين لديهم كما يعمل على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لأنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم فإن تناول كمية كبيرة من الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت قد يخفض من خطر الإصابة بسكتة الدماغ عند النساء كما يعمل على خفض مستوى ضغط الدم المرتفع ويحافظ على صحة القلب لأنه يحتوي على البوتاسيوم والألياف وفيتامين سي والكولين والتي تدعم جميعها صحة القلب كما يعمل على تعزيز جهاز المناعة ويعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم بسبب محتواه العالي من الألياف ويمنع تشكل حصوات الكلا كما يقي من الإصابة بفقر الدم ترجمة نانسي قنقر